متابعي قناة تشاهد فيديو الاعلامية سماريه المقرنة علاقة في مطار بيروت لبنان بسبب المظاهرات التي اندلعت وقتها اليكم باقي تفاصيل الخبر ولا تنسوا ان تدعمونا وبالضغط على زر لايك واشتراك اندلعت المظاهرات في لبنان بعدما فرضت الحكومة درايب على مكلمات تطبيق الواتسي ابا ما دفع الالف للخروج للشوارع واشتعال النيران واشتعال اطارات السيارات والاشتباك مع افراد الامنة للمطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية وقالت الاعلامية سماري المقرن على صفحة الشخصية على موقع تويتر قالت انها مرت بظروف قاسية في الفطرة التي اضطتها في بيروت مؤكدة انها وصلت لبنان في رحلة عمل قصيرة مر المقرن قينات في لبنان بسبب تصوير حلقة برنامج كلام نواعم قبل ان تندلع المظاهرات في بيروت وبسبب المظاهرات تم توقيف الحلقة وللأسف كتبت سمار انا في بيروت في رحلة عمل قصير لتصوير كلام نواعم لكن انقطعت بسبب الوصول للمطار دعوتكم لبنان ينتفد فور قام احد المسؤولين بمساعدة سمار في الوصول الى المطار بعد عدة اتصالات قام بها لما وصلت سمار لسعودية قلت الحمد لله اني سعودية الحمد لله على نعمة السعودية وصلت الى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قدتها في لبنان والشكر لساعدة السفير الرائع والد بخيري ولسفارة المملكة في لبنان على كل الاهتمام الذي قدموه لي ولغيري من ابناء سعودية بيض الله وجهكم الجملة الابرز المنتشرة دلوقتي على موقع التواصل الاجتماعي لما سمار وصلت لرياض قالت الحمد لله على نعمة السعودية سمار المقرن هي من موليد مدينة الرياض وهي مقدمة برنامج كلام نواعي من البيوزي على الام بي سي وان منذ ستمبر سنة الفين وسبعت واشر وايضا هي كاتبة كاتبة زاوية بعنوان مطر الكلمات في صحيفة الجزيرة السعودية سمار حصل على ماجستير في العلاقات العامة سنة الفين وسبعتاشر من الجامعة الاهلية في مملكة البحرين وبكالريوس في التربية في عام الفين وواحد من جامعة الملك سعود سمار حصلت على العديد من الجوائز من هدراء المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لعام الفين وسبعة نظير جهدها الإعلامية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وايضا حصل على لقب أنجح امرأة عربية في مجال الثقافة والأدب ضمن ستين سيدة عربية ناجحة في مختلف المجالات لعام الفين وثمانية وايضا حصل على درع الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح نظير جهدها الإعلامية في قضايا المرأة لعام الفين وعشر في الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر